500 مليون دولار أكل قطة وكلاب وتقول لي انت موقف لإجراءات السيراد اللي هو ما عنديش جوه أكل قطة وكلاب في مصر عندك أوفر دول أولى واجيب بيهم أمح اللي زاد الطن من 140 دولار النهاردة النهاردة بتجيبه بـ 430 دولار الطن من 140 لـ 430 أنهي الأولى أجيب لك طن أمح ولا أجيب أكل قطة وكلاب أجيب لك 120 مليون برميل وقود أي دولار بيزيد بيزود على الفاتورة 120 مليون دولار دولار الواحد 120 مليون برميل بتجيبهم أنتم متخيلين؟ كنا بنجيب الموازنة بتاعتها 65 دولار النهاردة بتتكلم من 100 الـ 116 الـ 113 الـ 120 الضعف كنت بجيب بـ 3 مليار دولار آسف بـ 6 مليار دولار آسف 6 مليار دولار وقود 6 مليار النهاردة بجيب بـ 12 مليار دولار دي الفاتير اللي عايز تعرف الفاتير وعايز تعرف تحمل الدولة وقوة الدولة وقدرة الدولة أجيب ده؟ ولا أجيب أكل قطة وكلاب؟ أجيب ده؟ ولا أجيب مجوهرات؟ أنا بقولك أهو أرقام 250 لـ 300 مليون دولار بجيب آه والله من 250 لـ 300 مليون دولار مجوهرات يبقى أنت بتكلم أهو؟ بجيب تفاح وأسماك مش عارف إيه؟ دخلنا على مليار دولار بالأربع أصناف بس اللي بقولها لحضراتكم أربع أدواع